صف الأول بمدارس التعليم الزراعي وحنستكمل مع بعض الجزء اللي كاملناه قبل كده بخصوص مادة أسات البساتين وحنكمل فيها الموضوع المتميز والمستمر معانا واللي فيه مجموعة كبيرة من المهارات الفنية اللي حضرتك لما تتقنها بتكون وسيلة لدرجة من المهارة اللي تأهلك يا إما أنت حضرتك تقدر تفتح مشروع يكون خاص بحضرتك كمشتل لإنتاج مشاتل أو نباتات الحاصلات البستانية بمختلف أنواعها سواء كانت حاصلات الخضر أو حاصلات الفكهة أو حاصلات الزينة وكمان بنتكون تعلمنا مع بعض مجموعة كبيرة من المهارات اللي بتأهلك للتحاق بسوء العمل لتكون بالنسبة لك فرصة لاكتساب وظيفة أو مهارة أو مهنة بتقدر من خلالها تكون سبب في تحصيل معيشة وكده النهاردة إن شاء الله حنكمل كلامنا إحنا تكوننا تكلمنا في الحلقات اللي قبل كده على ما هي الحاصلات البستانية والأهمية الاقتصادية بتاعتها وليه إحنا بنزرعها وأهميتها إيه بالنسبة لنا وبعد كده اتكلمنا على مجموعة من العوامل المؤثرة على نمو وإنتاج نباتات الحاصلات البستانية المختلفة ووصلنا لمرحلة إن احنا جينا تكلمنا على مشاتل الحاصلات البستانية وتأسمها وأنواعها وتكلمنا للمرة اللي فاتت على أهم الأدوات المستخدمة في حاصلات أو مجال الحاصلات البستانية في المشاتل والنهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا على أنا عندي مشتل إزاي بقى أن أنا أقدر أبدأ أنتج فيه شتلات الحاصلات البستانية ووصلنا لنقطة كنا تكلمنا فيها إن أنا ممكن أزرع البزرة الخاصة بنباتات الحاصلات البستانية إما أن أنا أقدر أزرعها في أصص أو مواجير أو صواني أو أكياس بلاستيك والمرحلة اللي بعد كده إن أنا ممكن أزرع لو عندي كمية البزرة كبيرة أو عندي المساحة اللي أنا معدل الاستخدام تكون أكبر شوية فأنا حدى إن أنا أزرع هذه البزرة في أرض المشتل مباشرة طيب أنا هنا عشان أزرع بزرة في أرض المشتل مباشرة فأنا محتاج يكون عندي مجموعة من الخبرات إيه الحاجات اللي أنا أقدر أعملها عشان أنتج بزرة أو أنتج شتلة من المشتل بتاعي تكون مواصفاتها جيدة طلاقي قبول في سوق بالنسبة لي تكون لها مرضود اقتصادي وعائل اقتصادي كبير فإحنا هنبدأ مع بعض كلامنا إن شاء الله على إزاي إن أنا أعمل تجهيز لأرض المشتل ونشوف مع بعض أول نقطة لو أنا عندي مساحة من الأرض المعدة لإنتاج الشتلات في المشتل فبيكون عندي أول جزئية هتكلم عليها أن أنا بعمل عملية عزيق جيد وتنعيم لسطح التربة بحيث أن البزور بتاعتي غالبا في معظم نباتات الحاصلات البستانية بتكون بزور صغيرة الحجم فهنا أنا بيكون عندي البزور اللي عندي بتكون بزور صغيرة الحجم فياجب علي أن أنا أكون مهتم بتنعيم الأرض جيدا للحصول على التربة المناسبة لعملية الزراعة مرة تانية المعاملة التانية اللي أنا بعملها أنا بعمل عملية تسمى عملية التسميد البلدي والسوبر فوسفات أنا بضيف كمية من السماد البلدي وكمية من السوبر فوسفات ودي بتكون خاصة بتعديل خواص التربة اللي عندي بحيث أن الشتل اللي عندي تنموا نموا جيدا الحاجة اللي بعد كده أن أنا بعمل عملية تسمى عملية الراي وبيتكون عملية الراي دي أنا لما بعملها بيكون عملها أو إجراءها بتكون قبل الزراعة بأسبوعين على الأقل فائدة العملية دي لو أنا ضفت مياه الراي قبل الزراعة بفترة أو قبل زراعة البذور عندي في أرض المشتل بفترة كافية دي بتمكنني أن أنا لو عندي أي بذور من بذور الحشاش موجودة في أرض المشتل فمجرد أن أنا بعمل عملية الراي البذرة دي بتتنبه وبتنمو وبتديني فرصة أن أنا أعمل لها مكافحة وأن أنا أشيلها من الأرض المشتل بتاعتي قبل مبدأ زراعة البذرة وبالتالي الشتلات اللي عندي هتكون شتلات قوية نقية خالية من الحشاش الخطوة اللي بعد كده أنا ببدأ أعمل التربة اللي عندي بالمبيدات لمكافحة الددان السعبنية والحشرات وكمان بعد كده بعمل عملية تعقيم للتربة يبقى أنا الخطوات اللي احنا شايفينها مع بعض دي بكون قدرت أن أنا أجهز أرض المشتل بتاعتي لإجراء عملية الزراعة يبقى أنا بعمل عملية عزيق جيد وبعد كده بعمل تسميت بالسوبر فسفات والسماد البلدي بعمل ري قبل الزراعة بأسبوعين وبعد كده بعمل معاملة للتربة بتاعتي بالمبيدات لمكافحة الددان السعبنية والحشرات وبعد كده بعمل عملية التعقيم بعد كده نشوف لو أنا عندي البذور اللي عندي بذور صغيرة قلت أن أنا البذور اللي عندي لو كميتها كمية كبيرة أنا بلجأ لزراعتها زي ما احنا وضحنا دلوقتي أن أنا أزرع في أحواض الحاجة اللي بعد كده أنا بعد ما عملت عملية العزيق الجيد بيبدأ أقسم الحوض اللي عندي دوت إلى أحواض صغيرة مساحتها واحد في واحد متر وإذا كانت المساحة أكبر شوية فأنا ممكن أن أقسم الأحواض لمساحة أكبر شوية بعد كده ببدأ أن أنا أعمل تسوية باستخدام آلة الكرك وبعد كده ببدأ أوزع البذور بتاعتي عن طريق عملية النثر وبعد كده بيتم تغطية البذرة بطبقة من الرمل أو الطمي وهذه الطبقة تعادل سمك البذرة تقريبا يبقى احنا هنا عرفت إزاي أن أنا لو عندي قطعة من الأرض ما هي الخطوات اللي أنا هعملها عشان أجهزها عشان أزرع فيها البذرة بتاعتي ولما أعمل البذرة أو زراعة البذرة بالطريقة الصحيحة حتمكنني أن أنا أنتج شاتلة لها مواصفات جيدة تلاقي زي ما احنا وضحنا تلاقي سوق وتلاقي رواد وتبقى بالنسبة لي مصدر لعائد اقتصادي جيد طيب إحنا قلنا الكلام ده من الناحية النظرية طيب لو إحنا عندنا شرح بشكل أوضح شوية جبنا لحضراتكم فيديو بيوضح إزاي نعمل إجراء عملية تجهيز أرض المشتل بنشوف مع بعض بنلاقي أن أول حاجة المساحة اللي عندي مساحة صغيرة أنا باستخدم أداة من الأدوات اللي إحنا استخدمناها واستعرضناها في المشتل وهي أداة المنقرة لأن المساحة اللي عندي حوض صغير مساحته تقريبا مترين في متر وبيتم عزيء الأرض عزيء جيد عشان أنا أتخلص من أي حشائش كانت موجودة وكمان بيتعرض سطح التربة لأشعة الشمس لإجراء عملية التعقيم ولو كان عندي فيه أطوار نموات حشرية عملية التقليب ديت بتمكني أن أنا أتخلص منها يبقى هنا أول خطوة أحنا وضحناها مع بعض أن أنا بعمل عملية عزيء جيد لسطح تربة المشتل بعد ما بسيب هذه الأرض للشمس أو التشميس لفترة أنا كده وصلت أن الأرض بتاعتي مر عليها أكتر من يومين أو ثلاثة تعرضت هذه التربة لأشعة الشمس ببدأ أسوي سطح التربة لأن زي ما احنا وضحنا أن الأراضي اللي عندي بتتميز أو البزور اللي عندي في الحصولات البستانية معظمها بزور صغيرة الحج فيجب أن أنا أعمل تسوية جيدة وبعد ما بعمل التسوية أنا هنا بعمل عملية التسوية وبأزيل لو في عندي ألاقيل في أرض المشتل أو كتل من الطين ببدأ أن أنا أستبعدها بعد ما بسوي الأرض التسوية الجيدة بيكون عندي أنا عندي كمية البزرة اللي حيتم زراعتها بتكون مجهزة وبتكون المعاملة الفطرية المناسبة بعد كده ببدأ أعمل أساوي الحدود بتاعة الحط بتاعتي عشان ما يكونش فيه نسبة منها تسقط على البزور مرة تانية يبقى أنا بعد ما خلصت عملية التسوية بعمل عملية تحديد للحوض بتاعي وبتكون البزرة بتاعتي جاهزة أنا بكون عارف الصنف اللي أنا هزرعه والنوعية اللي أنا هزرعها ببدأ أجيب البزرة بتاعتي لو كانت بزورها حجمها صغير جدا إحنا يمكن في الشرح اللي إحنا هنوضحه مع حضراتكم إحنا بنوضح طريقة زراعة البزرة عن طريق النثر يبقى أنا هنا هجيب البزرة بتاعتي حجمها صغير الحوض بتاعي أصبح حاليا جاهز للزراعة سطح بتاعي مستوي ما فيهوش أي عوائف تعوق عملية زراعة البزرة فيه وبكده يبقى الحوض أصبح جاهز لإجراء عملية الزراع بجيب البزرة بتاعتي زي ما احنا شايفين بزرة حجمها صغير ببدأ أخلطها بكمية من الرمل لسهولة التوزيع وضمان توزيعها التوزيع المثالي وببدأ أعمل نثر وتوزيع البزور عام من طريق عملية النثر داخل الحوض طب إيه العملية اللي أنا هعملها بعد ما أعمل عملية النثر ديت أنا بعمل بعد كده بيتم تغطية البزرة بجزء من الطربة أو جزء من الرمل وبتكون طبقة التغطية تقريبا موازية أو حجمها تقريبا حجم أو سمك نفس البزرة اللي تم زراعة بعد ما أنا وزعت البزرة على الحوض بتاعي بتتبقى لي أول عملية بيه أقوم بيها بعد توزيع البزرة بعد ما بعمل عملية التغطية هتتبقى لي عملية الري وبالنسبة لي كده أصبح الحوض بتاعي قابل لإجراء العمليات الفنية اللي بعد كده ويبقى أنا أقومت بعملية الزراعة يبقى احنا كده عملنا جهزنا الحوض وزراعة البزرة المرحلة اللي بعد كده ان انا هعمل له عملية تسمى عملية الري ويبقى احنا كده استعرضنا مع حضراتكو ازاي ان انا اقدر اجهز ارض الحوض الزراعة داخل مشتل الحاصلات البستانية لاجراء عملية شتل البزور داخل الشتلات داخل المشتل طيب هنا احنا عرفنا ازاي ازرع بقي لي حاجة مهمة جدا امتى يتم زراعة مشتل الحاصلات البستانية هل معاد الزراعة اللي عندي هو معاد واحد يعني انا بيكون عندي فترة واحدة بس ممكن ازرع فيها نباتات الحاصلات البستانية داخل المشاتل لا انا بيبقى عندي مجموعة من الموعيد بتختلف حسب نوع النبات وبتختلف حسب المكان اللي هيتم فيه عملية الزراعة اول حاجة احنا هنرأيها لو انا بيتم زراعة عندي داخل صوب المشتل احنا لما جينا استعرضنا مكونات المشتل قلنا من ضمن المكونات ديات ان عندي حاجة تسمى الصوبات الزراعية او المراقد الزجاجية وقلنا استعرضنا الصوبات وانواعها وعرفنا تركيبها من ايه واهميتها ايه وايه المرضود اللي بيعود علي من زراعة داخلها فانا لو عندي محصول او عندي صوبة زراعية انا حنتج الشتلات داخل الصوبة فبلاقي عندي بيتم زراعة داخل الصوبة في اي وقت من السنة وخصوصا في فترة الربيع دي في حالة اصناف الفاكة الخاصة بالمناطق المعتدلة وعندي كمان بعض الخضر زي الملوخية ده الكلام ده لو انا محتاج ان انا انتج نبات الملوخية طول العام يبقى ان هنا لو انا هزرع داخل الصوبة بلاقي عندي ان انا ممكن ازرع داخل الصوبة في اي وقت من السنة ولكن يفضل لو انا عندي شتلات فاكهة لانتاج شتلات الفاكهة بيتم اكسار معظم شتلات الفاكهة في فصل الربيع ولو عندي محصول زي محصول الملوخية وانا محتاج انتج هذا المحصول طول العام انا عندي محصول الملوخية بيعتبر من محاصيل الخضر اللي بتحتاج الى درجة حرارة مرتفعة نسبيا فانا ممكن بدل ما هي بتنتج في فصل الصيف بصورة طبيعية انا ممكن انتجها في فصل الشتة لو انا زرعتها داخل الصوبة الحاجة التانية لو انا بقى حزرع داخل ارض المشتل في حالة الزراعة في داخل ارض المشتل انا هنا هرتبط بموعيد الزراعة الملأمة للنبات اللي عندي فبلاقي ان انا ممكن يتم زراعة ارض المشتل في شهر فبراير وشهر مارس وده بيشترط عندي ان انا يكون عامل معاملة للبزور عندي بالمبادات الفطرية وده زي ما بيحصل عندي في نباتات الحوليات الصيفية وعندي ايضا ممكن زراعة البزور في المشتل في اشهر الخريف والكلام ده لو كنت انا بازرع فيها محاصيل الحوليات الشتوية وعندي ايضا لو كان عندي محاصيل الخضر الصيفية زي محصول البطيخ ومحصول الشمام والمحاصيل الخضر الشتوية زي محصول الكورومب ومحصول الليفت ومحصول السبانخ يبقى هنا انا استعرضت لو انا حزرع نباتات الحاصلات البستانية انا بشوف انا هازرع فين وايه الحاجة اللي انا هزرعها لان لو انا هزرع جوه صوبة الصوبة بتمكن ان انا اتحكم في العوامل البيئية المناسبة لنمو النبات فانا ممكن ازرعها في اي وقت من السنة اما لو انا هزرع داخل ارض المشتل او هزرع النبات بتاعتي او البزور بتاعتي او الاجزاء النباتية اللي انا هستخدمها لانتاج الشتلات داخل طربة المشتل فانا هنا هوفر او هيتم زراعة هذه النباتات في المعاد المناسب للزراع طيب لو عندي نباتات من اشجار الفكهة المعمرة ونباتات الزينة هيتم زراعتها امتى ايضا بيتم زراعتها خلال اشهر الربيع والخريف يعني بيتم انتاج هذه الشتلات او بيتم زراعتها في فصلي الربيع والخريف هنا انا استعرضنا مع حضراتكم ازاي ان انا اقدر انتج شتلات الحاصلات البستانية في الموعيد المختلف طيب ما هي الميزة التي تعود علي من زراعة الشتلات وانتاج الشتلات داخل المشتل او داخل الصوب عن لو انا هزرع او انتج الشتلات دي في مكان تاني هل في ميزة بتعود علي لو انا هنتج شتلات الحاصلات البستانية من الصوب ولا هنتجها داخل أرض المشتل مباشرة أول حاجة هتميز لي الانتاج الشتلات داخل الصهب أن كمية الشتلات التي تنتج داخل الصهب كمية كبيرة جدا بتنتج ومن مساحة صغيرة جدا يعني أنا هنا بانتج عدد أكبر من الشتلات في أقل وحدة مساحة الحاجة الثانية بيديني انتاج للشتلات في مدة قصيرة يعني الشتلات اللي تنتج داخل الصهب فترة النمو بتاحها لأن أنا بوفر لنباتات الحاصلات البستانية داخل الصوبة المعاملات البيئية المناسبة فبيكون نمو النبات قوي بيوصل لأعلى درجة من المعدلات وبالتالي بينتج في فترة قليلة الحاجة اللي بعد كده أنا لما بأنتج شتلات داخل الصوب بيكون الشتلة بتاعتي غالبا مزروعة خاصة في نباتات الخضر بيكون زراعة هذه الشتلات داخل الصواني فهنا أنا بأضيف التربة أو الوسط اللي بتم فيه الزراع بيكون وسط خارجي فأنا بحافظ على تربة المشتل من التجريف اللي عمل بعد كده بيكون عندي فيه تقليل في نسبة الفاقد من الشتلات عند الزراع يعني الشتلات اللي عندي اللي بتم إنتاجها داخل الصوبات قبل ما بنقلها للأرض المستديمة بيكون حصل لها عملية إحنا هنعرفها بسمها عملية الأقلمة أو عملية تسمى عملية التقصية هذه العملية الهدف منها إن أنا بأحاول إن الشتلات اللي عندي تكون تعرضت لبيئة أو وسط من الدرجة الحرارة بيكون وسط ما بين درجة الحرارة العادية ودرجة الحرارة اللي بتكون فيه داخل الصوبات الميزة اللي بعد كده عدم نقل الشتلات للأرض المستديمة يبقى إحنا هنا معانا استعرضنا ما هي مميزات إنتاج الشتلات تحت الصوب ودي بتكون ميزة كبيرة جدا وبتكون موضع سؤال معانا في الامتحان النظري إن أنا بأقدر أنتج شتلات كمية كبيرة في مساحة محددة بأنتج شتلات في مدة قصيرة عدم تجريف الأرض وإنخفاض نسبة الفاقد وعدم نقل الحشاش طيب سؤال بيطرح نفسه أنا عرفت إن عندي فيه مميزات كبيرة جدا لإنتاج الشتلات طيب هل فيه نوعيات نباتية معينة ممكن أنا أنتجها داخل الصوب ولا الموضوع بالنسبة لي مفتوح إحنا لما جينا تكلمنا على نباتات الحصلات البستانية قلنا إن نباتات الحصلات البستانية بتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية حاصلات فاكهة وحاصلات خضر وحاصلات زينة طيب هل هنا وأنا شغال في إنتاج الشتلات هل فيه نوعيات معينة من هذه الشتلات ممكن إننا أنتجها داخل الصوب وشتلات لا أنتجها داخل الصوب لا أنا هنا عندي ممكن إننا أنتج كل أنواع شتلات الحصلات البستانية داخل الصوب سواء كانت شتلات من شتلات الفاكهة أو شتلات من شتلات الخضر أو شتلات من شتلات نباتات الزينة يبقى هنا أن أقدر أنتج شتلات الحصلات البستانية بمختلف أنواعها داخل الصوب سواء كانت حاصلات خضر سواء كانت حاصلات فكهة سواء كانت حاصلات زينة طب ما هي اهم الانواع والاصناف اللي بيتم انتاجها من الحاصلات المختلفة داخل الصوب نستعرض مع بعض اهم اصناف الفكهة اللي بيتم زرعتها داخل الصوب اول حاجة لو انا بعمل حاجة من الاكثار البزري عندي الموالح وعندي المشمش وعندي الجوافة يعني انا اقدر اعمل اكثار لنباتات الموالح ونباتات المشمش ونباتات الجوافة من الزراع البزرية داخل الصوب وعندي ايضا لو انا بعمل اكثار بالاجزاء الخضرية زي ما هو موجود في الرمان والعنب والمن طب هنا حد يسألني سؤال التكاثر بالبزرة واحنا عارفين ان انا هاخد البزرة بتاعت النبات سواء كانت بزرة موالح او بزرة مشمش او بزرة جوافة وببدأ ازراحها في ارض المشتل طب يعني ايه كلمة الاكثار الخضري اكثار خضري يمكن هيكون موضوع كلامنا في حلقات مقبلة ان انا باخد حاجة اسمها الاجزاء النباتية عندي اجزاء باخدها من النبات وبعيد زراعتها مرة تانية وهذه الاجزاء بتنبت ويتديني النبات جديد زي ما بيحصل في عقل نبات الرمان وعقل نبات العنب والاجنة الخضرية من ثمار المانجو يمكن هنا الحت اللي انا اصطط ان انا ااكد عليها انا اقول الاجنة الخضرية اللي موجودة في بزور ثمار المانجو يعني عندي بزرة وهذه البزرة بيكون جوه منها نوعين من الاجنة اجنة خضرية وجنين جنسي او جنين ناتج عن عملية التلقيح والاخصاب فانا لو خدت الاجنة الخضرية هي هنا تعتبر بالنسبة لي طريقة من طرق التكاثر اللاجنسي او التكاثر الخضرية طب ده بالنسبة ليه نباتات الفاكهة اللي بيتم زراعتها داخل الصوة طب ما هي اهم اصناف نباتات الزينة اللي بيتم اكسارها داخل الصوبات هل برضو الموضوع عندي نباتات الحصلات البستانية الخاصة بفرع الزينة وخاصة نباتات التنسيق الداخلي اللي هي نباتات اللي بيتم زراعتها في المداخل وداخل الصلاة والاماكن الاستقبال دي نوعية من النباتات بيتم اكسارها كلها داخل الصوبات منها نبات الدراسينة ونبات الاشطة الهندي ونبات البوتس ونبات الدفنبيخي او ده على سبيل المثال يبقى هنا برضو عندي نباتات الزينة في مجموعة منها بيتم اكسارها داخل صوبات انتاج الشتلات طب بالنسبة لنباتات الخضر هل الكلام ده بالنسبة للخضر ايه اهم نباتات الخضر اللي بيتم اكسارها داخل نباتات او داخل المشاتل الحصلات البستانية ممكن عندي انتج شتلات لمحصول الطماطم ممكن عندي انتج شتلات لمحصول الفلفل ممكن انتج شتلات لمحصول الخس ممكن عندي انتاج لشتلات الخيار وعندي ايضا فرصة لانتاج شتلات محصول البازنج يبقى هنا احنا عرفنا ان احنا ممكن انتج كل انواع شتلات الحاصلات البستانية داخل الصوب وبالنسبة لي زي ما احنا قلنا انتاج هذه الشتلات داخل الصوب بيمكنني ان انا انتج شتلات ذات صفات تسويقية جيدة طيب زي بقى اعمل عملية انتاج لهذه الشتلات داخل الصوب فهنبص نلاقي البذور اللي عندي لما اجي ازرعها داخل الصوبات هبص الى عنصر مهم جدا لازم اخطه في الحسبان الشتلات اللي هتنتج عندي داخل الصوبة هل هذه الشتلات تتحمل عملية الشتل ام لا بمعنى ايه يعني انا زارع شتلات او زارع نبات النبات ده لما اجي انقله من ارض المشتل الى الارض المستديمة هل يجوز او يصح ان انا اقلع هذا النبات من ارض المشتل واخد هذه الشتلات وازرعها مرة تانية ولا بيبقى عندي فيه مشكلة لو انا قلعت الشتل من ارض المشتل عشان ازرعها في الارض المستديمة بيتموت وما بتكملش دورة الحياة بتاعتها فهنا انا بصنف النباتات اللي عندي الى نوعين كبار اول نوع منهم النباتات التي لا تتحمل الشتل والتفريد وهذه النوعية اما ان يتم زراعتها داخل الصوب داخل المكان المستديم مباشرة او في صواني الزراعة او في القصص الصغيرة يبقى اول نوعية من نباتات الحصلات البستانية هي نوعية النباتات ذات الجزر الوتدي او ان البزور بتاعتها كبيرة الحجم والنبات لا يتحمل الشتل والتفريد هذه الحالة بيتم زراعة الشتلات فيه اما في الارض مباشرة او تزرع فيه اصص صغيرة او في اكياس بلاستيك صغيرة وعند الرغبة في الزراعة يتم تفريغ هذه الشتلات من القصص وزراعتها في الارض مباشرة من الارض المستديمة او بيتم نقلها في الاكياس ويعيد زراعتها مرة تانية فانا بحافظ هنا على الشتل بتاعتي بشكلها كامل بجزر بتاعها كامل بالطربة اللي محيطة بيها يبقى عندي لو اول حاجة لو الشتلات اللي عندي او البزور اللي عندي كبيرة الحجم هذه اول حاجة الحاجة التانية ان الشتلات النتجة لا تتحمل النقل والتفريد الحاجة التالتة ان الشتلات اللي عندي الجزور بتاعت تكون جزور وتدية متعمقة وهذه الحالة تستوجب علي انا كراجل فني في مجتل الحصولات البستانية ان انا ازرع هذه النباتات اما ان تزرع في الارض مباشرة او يتم زراعتها داخل اصص صغيرة او داخل اكياس من البلاستيك نشوف مع بعض ما هي الخطوة التانية زراعة في صواني او مواجير او احواض زراعة هنا في هذه الحالة بيتم زراعة في هذه الحالة لو كانت النباتات اللي عندي تتحمل عملية النقل والتفريد يبقى لو نبات بيتحمل النقل والتفريد بيتم زراعته في مواجير او صناديق خشبية او صواني او احواض المشتل ولو كانت نباتات لا تتحمل عملية النقل والتفريد فبيتم زراعتها اما في الارض مباشرة او في اكياس من البلاستيك او في الاقصص الصغيرة طب نشوف عملية او نباتات الحصولات البستانية حسب تحملها الشتلات بقى حسب تحملها لعملية الشتل فيه شتلات او نباتات تتحمل الشتل بلاقي ان معندي معظم انواع الفكهة بتتحمل عملية النقل والشتل والتفريد زي النارنج وزي الجوافة وزي المشمش وزي الخوخ يبقى معظم شتلات الفكهة بمختلف انواعها معظمها قابل لعملية النقل والتفريد معنى كده اننا ممكن انتج كل شتلات الفكهة داخل المشاتل وبيتم زراعتها في ارض المشتل بصورة مباشرة الحاجة التانية عند من ضمن النباتات التي تتحمل عملية النقل والتفريد في نباتات الخضر محصول الطماطم يتحمل النقل والتفريد محصول الخس محصول الفلفل محصول القرنبيت محصول الكرافس كل هذه المحاصيل من محاصيل الخضر بتتحمل عملية النقل والتفريد وبالتالي ممكن ايضا زراعتها داخل طربة المشتل زي ما احنا وضحنا ان اجهز قطع من الارض واضيف البزرة وعند البزرة او الشتلة لما تصل للحاجة المناسب بيتم تقليع هذه الشتلات واعادة زراعتها في الارض مرة تانية عند النوعية التالتة في نباتات الزينة معظم بزور الحوليات الشتوية وبزور الحوليات الصيفية ايضا من ضمن نباتات الحاصلات البستانية التي تتحمل عملية النقل والتفريد يبقى اول نوعية من الشتلات التي تتحمل النقل والتفريد وضحنا بالامثلة عندي قلت معظم شتلات الفكهة وعندي من شتلات الخضر الفلفل والبزنجان والخس والطماطم والارنبيت وعندي في حاصلات الزينة معظم بزور الحوليات الصيفية ومعظم بزور الحوليات الشتوية وده حيتم عندي بشيء اكثر من التفصيل في الدراسة بعد كده عندي بعد كده نباتات لا تتحمل عملية النقل والشتل والتفريد في عندي مجموعة من النباتات انا بيبقى عندي في صعوبة في اجراء عملية النقل لها ولو انا نقلت الشتلات بيحصل عندي فيها مشكلة فبلاي اول حاجة اشجار الفكهة قلنا ان احنا اشجار الفكهة في مجملها في مجملها او مغظمها بيتحمل النقل والتفريد في محاصيل الخضر عند البقليات والقرعيات والملوخية والجزر والليفت هذه النباتات لا تتحمل النقل والتفريد يعني انا ما ينفعش اعمل مشتل لانتاج الخضر البقلية زي البسلة وزي الفصولية وزي اللوبيا ما ينفعش اعمل للقرعيات زي الكوسة وزي الخيار وزي الشمام وزي الكنطلوب دول برضو ما ينفعش ان انا اعمل لهم مشاتل لان الشتلة ومجرد ما انا اشيلها من الارض لما بعيد زراعتها مرة تانية بتفشل عملية الزراعة عندي ايضا الجزر وعندي اللفت عندي النوعية الثالثة من النباتات قلنا في نباتات الزينة معظمها بيقبل عملية الشتل والتفريد مع عضل بعض زي نبات المنطور ونبات الجبسو فينا يبقى هنا استعرضنا مع بعض قابلية الشتلات او عمليات اللي بتتم داخل المشتل في شتلات تتحمل النقل والتفريد وفي شتلات نباتات لا تتحمل عملية النقل والتفريد الشتلات التي تتحمل أو النباتات نوعيات النباتات التي تتحمل النقل والتفريد أنا ممكن أزرعها داخل أرض المشتل بصورة مباشرة أو أن أنا أزرعها داخل مواجير وداخل صناديق خشبية وبيتم بعد كده تفريدها وزرعتها في الأرض المستديمة الحاجة اللي بعد كده أن أنا ممكن أعمل عملية تجهيز للشتلات دي إما أن هي تزرع في الأرض بصورة مباشرة أو أن أنا أزرعها في أصص صغيرة أو أكياس بلاستيك وبيتم نقل هذه الشتلات إلى الأرض المستديمة يبقى أنا هنا بدأت مع حضراتكم من أول تعريف المشتل ووصلنا مرورا بأنواع المشاتل وأهم الأدوات اللي بيتم استخدامها داخل المشاتل واجينا بعد كده وصلنا إلى محطة مهمة جدا أنا عملت زراعة للبزرة داخل أرض المشتل هل تنتهي دوري أنا كراجل فني في مشتل الحاصلات البستانية عند عملية الزراعة؟ ألا أنا عندي مجموعة مهمة جدا من العمليات الفنية التي تجرى على شتلات الحاصلات البستانية داخل المشتل وهذه العمليات هي التي تحكم مدى نجاح أو فشل العامل الفني داخل المشاتل بتاعة الحاصلات البستانية طيب إيه هي أهم العمليات الفنية اللي بنقوم بيها داخل المشاتل وبيكون علي دور أساسي وكبير في عملها ورعاية الشتلات داخلها أول حاجة تسمى عملية التفريد وعملية تسمى عملية الفطام وعملية تسمى عملية التدوير يبقى أنا هنا عندي ثلاث عمليات فنية مهمة جدا وحنتضرب عليهم بشكل عاملي داخل مدارسنا عملية التفريد أننا عندي زارع مجموعة من الشتلات بكسافة معينة ببدأ أفرضها إلى شتلات أو في كل شتلة في الصيص معين عندي عملية التدوير أننا عندي الشتلة كانت موجودة في مكان فترة معينة بعد كده بنقل هذه الشتلة إلى مكان آخر بعد كده عندي عملية تسمى عملية الفطام أو عملية قطع الجزور نشوف مع بعض الصورة بتوضح لنا أنا إيه اللي بخليني أعمل عملية التفريد أنا أول حاجة أنا بزرع البزرة بشكل سواء كانت عن طريق النسر أو عن طريق الزراع في سطور فبتطلع عندي الشتلات زي ما احنا شايفين بصورة كسيفة هل هذه الصورة تصلح أن النبات بتاعي يصل إلى مرحلة تمام النمو واخد منه المحصول لا العملية دي بعمل لها عملية تسمى عملية التفريد عملية التفريد هي عملية الغرض منها أننا باخد كل نبات من هذه النباتات اللي احنا استعرضناها وبيتمي زراعته داخل قصيص سواء نمرة 8 أو نمرة 10 وكل نبات بيكون في قصيص مستقل وبتم هذه العملية غالبا في شهر مارس وشهر إبريل وبيكون معظم النباتات اللي بيتمي بيها الحوليات الشتوية والصيفية ونباتات الخضر ونبات الجوافة ونبات النارنج يبقى عملية التفريد أنا زرع النباتات داخل المشتل بكسافة لو أنا سبت هذه النباتات تستمر في النمو بتاعها هات الدين الشتلات ضعيفة فأنا أبدأ أن أنا أعمل لها عملية تسمى عملية التفريد أن أنا أزرع كل شتلة من هذه الشتلات داخل الصيص مستقل نستعرض مع بعض فيديو تفصيلي إزاي أن أنا عملت عملية الزراع إحنا وضحنا لو أنا كنت زرع في أرض المشتل أنا هنا هعمل عملية الزراع في مواجير أو أصص كبيرة الحجم وعندي لما الشتلة بتاعتي يتصل إلى المرحلة المناسبة لإجراء عملية التفريد زي ما إحنا شايفين هنشوف مع بعض إزاي أنا أولا بستخرج إشتلات كتلة التربة كاملة من القصيص بيتم تفرغها بالكامل وبيتم إزالة الأجزاء الغير مناسبة وبيتم وضعها بحرص داخل الإناء وبتأكد برضو أن أنا عندي الشتلة بتاعتي بتكون وصلت إلى الحجم المناسب بيتم فصل أو تقسيم الكتلة اللي موجود فيها الشتلات من أسفل للمحافظة على الجزور وبعد كده باخد كل شتلة لوحدها يعني أنا هنا كنت زارع مجموعة من الشتلات مع بعض أنا ببدأ أفصل هذه الشتلات كل شتلة لوحدها وبراعي عندي أن عملية الشتلة تخرج وأنا محافظة على الجزر بتاعي وبيكون عندي الإناء اللي بيتم فيه عملية الزراعة باستخدام إصبع الإبهام بيتم عمل فتحة داخل هذه التربة وبيتم وضع الشتلة فيها برفق وبعد كده بسبت التربة حوالين الشتلة بتاعتي وبقرر هذه العملية في باقي الشتلات اللي موجود يعني أنا كان عندي الكتلة النباتية موجودة بفصل كل الشتلات زي ما احنا وضحنا بيتم فصلها من أسفل إلى أعلى وبيعبي الإناء بتاعي أو الأصص بتاعتي قولنا أصص 8 أو أصص 10 أو أكواب الزراعة زي ما احنا شايفين بمخلوط التربة وببدأ أعمل مجال لوضع الجزور وبسقط الجزور بتاعتي داخل هذه الفتحة وبيتم كبس التربة جيدا حول الجزل ويبقى أكملها لو أنا لقيت أن أنا محتاج أزود كمية من التربة بجوار هذه الشتلات بيتم استكمالها للحجم المناسب وبعد ما أتأكد أننا عندي كل الشتلات بتاعتي تم وضعها بالشكل المناسب وتم فصلها بالشكل المناسب كل شتلة اللي وحدها بيتم وضع هذه الشتلات داخل المكان اللي حيتم فيه بعد كده تكمل مرحلة النمو بتاعتنا يبقى أنا هنا زرعت كل شتلة في وعاء مستقل وبعد كده بعد ما بيتم زراعة كل شتلة في وعاء مستقل ببدأ أضيف لها مياه الري وبيتم رعيتها داخل الصوبة وبالتالي وبكده يكون أنا عملت عملية التفريد بشكل جيد يبقى زي ما احنا شايفين أنا بعد ما فردت كل الشتلات ونقلت الشتلات من إناء واحد لباقي الأواني الصغيرة بيتم ري هذه الشتلات وبيكون الري خفيف رزازي عشان أحافظ على جزور هذه الشتلات من الإصابة أو ما يحصلش عندي لها مشكلة لأن لسه الشتلة في مرحلة معينة بعد كده بحط هذه الشتلات داخل المشتل بتاعي عشان تكمل مرحلة النمو بتاعتي حتى تصل إلى مرحلة التسويق المباشر هنلاحظ أن أنا ما بعملش عملية الري كلها مرة واحدة أنا بعمل عملية الري على فترات كل فترة بضيف كمية من مياه الري حتى تتشبع نرجع للنبات بتاعي تاني ونشوف برضو نأكد على هذه المعلومة بيتم وضع كمية من الطربة داخل الأكواب بنأكد تاني أن دي مهارة من المهارات العملية اللي أولادنا في المدارس هنتضرب عليها مع بعض إزاي أن نحن نعمل عملية التفريد بشكل جيد أنا هنا عندي نوعية تانية من النباتات هبدأ أزيل كمية من الطربة اللي أنا مش محتاجها الكمية الزيادة وبرضو بحافظ بكون بلاحظ أن أنا محافظ على الجزور بتاعتي من التعطيع وببدأ أكمل الوعاء بتاعي بالطربة للحجم المناسب وبعد كده أكرر هذه العملية مع باقي النباتات وبعد كده هأعمل لها عملية الري وبكده يبقى أنا عملت عملية تفريد النباتات داخل مشتل الحاصلات البستانية بكمل هذه العملية لحتى أنتهي من كل الشتلات اللي عندي وبعد كده هأعمل لها عملية الري مرة إيه مرة تانية كده إحنا استعرضنا مع بعض عملية تفريد نباتات الحاصلات البستانية قلنا ليه أنا بفرد بفرد النباتات لإني لو سبت النباتات بهذه الكسافة النباتات اللي عندي حيكون النبات بتاعي نموه صغير أو النبات حيديني مش حيديني النموه بتاعي بالشكل الجيد حيديني نموه ضعيف ولما أجأ سوق الشتلة بعد كده حيتم تسويقها مش هتلاقي قبول ولا هتلاقي رواج طيب لو أنا الشتلة اللي عندي هتقعد معايا في المشتل بتاعي فترة طويلة هل يجوز أن أنا تفضل هذه الشتلة عندي داخل أرض المشتل في نفس الوعاء اللي تم الزراع فيه طول حياتها زي ما احنا شايفين كده دي عندي شتلات تم تفردها في أصص وكل شتلة فيه إصصيس لوحدها أو فيه وعاء لوحدها هل يصلح هذا النبات أو هذه الشتلات أن تستمر فيه هذه الأرض حتى مرحلة تمام النمو؟ لا أبلاقي عندي فيه مشكلة بتحصل عندي فيه الشتلة لما تصل لمرحلة معينة يجب أن أنا أعمل لها عملية اسمها عملية التدوير عملية التدوير من اسمها أن أنا بنقل الشتلة اللي عندي من الوعاء الصغير اللي هي موجودة فيه إلى الوعاء الكبير اللي حيكمل معايا فترة النمو يبقى عملية التدوير أنا كنت زرع الشتلات عندي إما فيه أوعية رقم 8 أو رقم 10 اللي أنا كنت عملت فيها عملية التفريد أو من الأساس أنا كنت زرع البذرة في هذه الشتلات بنقلها إلى أصص رقم 20 ورقم 25 وهذه العملية بيتم في أي وقت من السنة معادة الأشهر شديدة الحرارة والأشهر شديدة البرودة وبتجرى هذه العملية في الظل أو داخل الصوب يعني أنا براعي برضو من ضمن العمليات أو من ضمن مهارتي كراجل فني في مشات الحاصلات البستانية لما أجي أعمل عملية التفريد والتدوير أنا ما أعملهاش في الوسط البيئة المحيطة أو الوسط المحيط بالنباة لا أنا بيتم عملها داخل الصوب أو في مكان مظلل عشان أقلل تعرض الشتلات إلى العوامل البيئية الغير ملعمة يبقى هنا وضحنا مع بعض في عمليتين مهمين جدا وبيحكموا على مستقبلنا في إدارة المشاتل عملية التفريد وعملية التدوير عملية التفريد أنا زارع أرض المشتل أو زارع في صانديق خشبية أو زارع في مواجير أو زارع في أصص كبيرة ببدأ أخذ هذه الشتلات عند مرحلة معينة بأخذها كل شتلة يتم زرعتها في قصيص نمرة 8 أو قصيص نمرة 10 عن طريق قلت دي مهورة من مهورات العملية اللي هنتضرب عليها مع بعض اسمها مهورة التفريد أخذ كل شتلة وازرع كل شتلة لوحدها في وعاء مستقل طب هذه الشتلة أو هذا النبات فضل معايا شهر واثنين ومستمر أنا محتاجة رب الشتلة لفترة أطول ودي خاصة في النباتات الفاكهة بيتم عندي الشتلات بتاعتي أو النباتات بتقعد عندي فترة طويلة طب هل النبات ينفع أن أنا سيبه في نفس الوعاء فترة حلاقي بعد شوية لو أنا سبت هذا النبات داخل هذا القصيص المجموعة الجزر بتاعي بيكبر وبيبدأ يخرج من الفتحات اللي موجودة أسفل الإناء وبالتالي بيكون الحيز بتاعي أصبح غير ملائم عندي مجموعة خضر كبير وعندي المجموعة الجزري موجود في الحيز الصغير أنا محتاج أزود حجم أو أزود حيز المجموعة الجزري عشان أدي النبات فرصة أنه هو يكمل فترة النموة بتاعته بشكل جيد يبقى أنا هنا محتاج أعمل للنبات عملية تسمى عملية التدوير أن أنا أخذها من الأصص الصغيرة اللي أنا سواء كنت عامل فيها التدوير التفريد أو أن أنا كنت زارع فيها قبل كده ويبني إلها لإصيس أكبر شوية اللي هو رقم 20 ورقم 25 نشوف مع بعض إزاي بتتم عملية التدوير عملية التدوير زي ما احنا شايفين عندي نبات مزروع في إصيس صغير وآخر مزروع في إصيس كبير بيتم زراعة أو نقل النبات من الإصيس الصغير إلى نقل النبات من الإصيس الصغير إلى الإصيس الكبير وبعد كده أنا بكمل الزراعة أو بكمل له التربة مرة تانية يبقى أنا باخد النبات من الإصيس الصغير هنقل له الإصيس الكبير عشان يكمل عندي دورة الحياة بتاعتي طيب نشوف إزاي بتتم عملية تدوير الشتلات داخل مشاتل الحاصلات البستانية عندي نبات مزروع داخل الإصيس ده النبات اللي عندي نبات روزماري مزروع داخل الإصيس حجمه صغير وبدأ النبات يصل لمرحلة من النمو بلاقي أن حجمه بدأ يصبح أكبر شوية من حجم الإصيس اللي موجود عندي فأنا عايز أدي النبات فرصة أنه ينمو بشكل أكبر بصورة أكبر فأنا هجيبي الوعاء اللي عندي يكون حجمه أكبر شوية زي الوعاء اللي معانا الإصيس اللي معانا بعد ما عملت له عملية التطهير والتعقيم بتم وضع كمية من التربة وبأختبرها ولسه النبات اللي عندي بلاقي له أن الحجم ده تقريبا حجم مناسب هبدأ أن أنا أفرغ النبات اللي عندي بمسك النبات برفق بحيث أن أنا أحافظ عليه وببدأ أشيل النبات بجزء من التربة اللي موجود فيها بشيل بفرغ الإصيس كامل بكل محتوياته بيتم نقلها كاملة إلى داخل الإصيس الكبير بيتم قلب النبات زي ما احنا هنشوف دلوقتي أنا هشيله بين صوابعي بحيث أسند التربة بإيدي وبيتم قلب الإصيس رأسا على عقب وبيتم طرق الإصيس طرق خفيف على مائلة التدوير طرقة خفيفة بحيث أن تسمح بانفصال المجموعة التربة والمجموعة الجزري عن الإناء وبسيب الإناء خالص بحرك الإصيس بتاعي أو النبات بتاعي برفق شديد بحيث أن أنا ما تتكسرشي التربة بتاعتي وبيتم أبص الأول على الجزء الخاص بالجزور الملتفة اللي موجودة في قاع الإصيس ببدأ أفكها من بعضها عشان تساهل عمل لأي عملية النمو ولو احنا لما بنبص للجزر في هذه المرحلة دي سبب أن أنا عملت عملية التدوير أن أنا عندي الجزور بتاعتي أصبحت جزور ملتفة وحتى تعمل مشكلة في نمو النبات بعد كده ببدأ أفك التشابك اللي موجود في الجزور الملتفة في قاع الإصيس في البداية وبعد ما أسلك هذه الجزور بيتم وضع هذه النبات في الإصيس وبلاحظ أن الجزور بتاعتي تكون موجودة بمكانها بصورة مباشرة بعد كده بيتم إكمال هذا الإصيس بالطربة حتى يصل إلى الحجب المناسب وبعد كده هعمل له عملية راي وبعد كده بيتم بعد ما أضيف التربة بيتم طرق الإصيس طرق خفيف للتأكد من كبس التربة بتأكد من كبس التربة بجوار الجزور عشان ما تحصلش لها عملية التهوية ممكن أمسك الإصيس اللي عندي ده وبيتم طرقه خفيف طرق خفيف على مئلة التدوير ولو كان عندي كمية من التربة زيادة بيتم إزالتها وبتأكد عندي كده أن أنا عملت عملية بشكل جيد وبعد كده بيتم عملية الري يبقى أنا هنا كده عملت عملية تدوير لنباتات الحاصلات البستانية اللي موجودة عندي يبقى هنا في عندي عمليتين فنيتين في غاية الأهمية تكلمنا عليهم النهاردة اللي هي أول عملية عملية التفريد والعملية التانية اسمها عملية التدوير وهذه العمليات هي العمليات التي تحكم مستقبل حضرتك في عملك في مجال المشاتل عمليات بتم عملها أو إجراءها بصورة دورية داخل المشاتل عملية فنية مهمة جدا لأن نجحنا فيها بيؤدي إلى يعني لو نجحت فيها قدرت أن أطلع شتلات جيدة وأحافظ على هذه الشتلات فأصبح عندي في عائد اقتصادي وزي ما احنا وضحنا أنا عملت عملية التدوير لأن لما ببص على جزور بتاعت النبات زي ما احنا شفناها في شرح الفيديو وزي ما احنا نشوفها في الصورة اللي معروضة قدامنا دلوقتي بنيجي نلاقي أن جزور بتاعتي جزور ملتفة فببدأ الجزور هزي جزور ملتفة ببدأ أن أنا أشيلها من القصيص بتاعي يبقى نبص تاني نشوف شكل القصيص أو ليه أنا عملت عملية النقل ببص عندي بلاقي أن الجزور بتاعتي اللي موجودة بعد ما بفرغ النبات من القصيص بلاقي أن الشتلات اللي عندي أو الجزور اللي عندي جزور أصبحت جزور ملتفة تعوق نمو النبات بعد كده عندي بعد كده عملية تسمى عملية الفطام أو قطع الجزور عملية الفطام أو قطع الجزور أنا زارع النبات بتاعتي أو الشتلات بتاعتي داخل قصص وفي قاع هذه الأقصص فتحات اللي أنا كنت موجودة أساسا لتصريف الميا فبلاقي أن الجزور بتاعت النباتات بتخرج من هذه الفتحات فبيتم إزالة أو باستخدام مقصات بيتم إزالة هذه الجزور عشان تسمح بنمو الجزور بتاعت النبات بشكل أفضل قلنا كده عندي مجموعة العمليات اللي بتتم داخل المشتل من تفريد وتدوير وعملية الفطام في عندي مجموعة من العمليات المهمة اللي أنا بتكمل معايا الفترات بتاعتي أول عملية تسمى عملية الري ري النباتات مفيش نبات في الدنيا بيستغنى عن المي وأيضا النباتات اللي موجودة داخل المشاتل لا يجوز ان نستغنى فيها عن المي نباتات اللي موجودة في المشتل نباتات صغيرة في العمر فأنا يجب علي أن عملية الري بتاعتي تكون ري منتظم مع مراعاة عدم التغريق أو التعطيش وبتختلف فترات الري بتاعتي على حسب نوع الطربة اللي موجودة حسب كمية الأمراض نوع الطربة حجم النبات حجم الإنسيس اللي عندي كل الحاجات دي بتتحكم فيها عملية الري يبقى عملية الري بتكون في نباتات الحصارات البستانية يكون ري منتظم مع مراعاة عدم التغريق أو التعطيش وتتوقف الفترات بتاعة الري الفترة بين الريات تتوقف على مجموعة من العوامل أول عامل عندي نوع النبات فصول السنة درجة الحرارة والضوء وحركة الهوى ونوع الطربة والبيئة وحجم الإنسيس يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مش كل النباتات اللي عندي بيتم ريها على فترات نفس الفترات في نباتات بتحب كمية من المياه فأنا هزود لها كمية المياه بتاعتي درجة الحرارة بتاعتي وفصول السنة بالتأكيد الري في فصول السيف بيكون على فترات متقربة في فصول الشتاء على فترات أبعد شوية لو القص اللي عنده حجمها صغيرة تروى على فترات متقربة لو القص حجمها كبير هتروى على فترات أطول شوية يبقى أول عملية من العملات الفنية التي تجرى داخل مشاتل حصارات البستانية عملية الري إيه الحاجة اللي بيتمي بها على الري والأداء اللي بيتمي بها الري أنا ممكن أستخدم كانك الري ممكن أستخدم الخراطيم ممكن أستخدم نظام الري بالرش ممكن أستخدم نظام الري بالطنقيت ممكن أستخدم الري بالنشأ عندي أيضا من ضمن العمليات حماية الشتلات في المشاتل من درجات الحرارة المرتفعة نهارا ومن البرودة ليلا الشتلات حجمها صغيرة ضعيفة النمو أنا محتاج أحافظ عليها فبعمل لها حماية من الرياح الشديدة ومن درجات الحرارة ومن جفاف الجو وبيتم الكلام ده عن طريق ان انا اعمل لها تغطية باغطية مرتفعة عن سطح الارض من البوليسلين او الحصر او الغاب او الاطارات الزجاجية عندي ايضا من العمليات الفنية اللي بتم داخل مشاتر الحاصلات البستانية ولي برضو من ضمن العمليات اللي بتحكم على جولة الشتلات اللي عندي عملية مكافحة للامراض والافات ومكافحة للحشائش مكافحة الامراض والحشائش والافات من ضمن اهم العمليات ايضا التي تجرى داخل مشاتر الحاصلات البستانية و演دي ايضا عملية التسميد والتسميد الجيد بالعناص الاسلمادية المختلفة المناسبة لكل نوع من انواع النباتين يبقى هنا شفنا اهم العمليات الفنية معانا ايضا عملية تسمى عملية الخف الغرض منها ان انا بقلل التزاحهم بين النباتات لانتاج شتلات قوية النمو نشوف مع بعض حاجة مهمة جدا وحتى عندي عملية تسمى عملية الاقلمة والتقصية احنا كنا في البداية تكلمنا ان انا النباتات اللي عندي اللي بيتم زراعتها داخل الصوبات بتكون موجودة في وسط ما يتم التحكم فيه في جميع العوامل البيئية عند النقل من البيئة بتاعتي الى الوسط المستديم او النبات المستديم يجب علي ان نعمل عملية التقصية ان انا اخد النبات في مكان مزلل حتى تتعرض جزئيا للدرجات الحرارة اللي هتعرض لها في البيئة بتاعتي بعد كده يبقى احنا كده اتكلمنا على اهم العمليات الفنية اللي بتجرى داخل مشهات الحاصلات البستانية واتكلمنا على تلات عمليات مهمة وتلات مهارات فنية مهمة جدا زراعة البزرة في ارض المشتل عملية التفريد عملية التدوير واخدنا ازاي كل واحدة منهم بتتعامل بشكل جيد وتفرجنا ازاي اللي بنعملها عشان لما نيجي نتضرب عليها عملي داخل مدارسنا انه عندنا الخلفية النظرية اللي تساعدنا والفيديو اللي ساعدنا على كيفية اجراءها بشكل جيد واتكلمنا على اهم العمليات الخدمة التي تجرى على مشهات الحاصلات البستانية من رأي وتسميد وعملية الخف ومكافحة الامراض ومكافحة الافات وبكده احنا نكون مع حضراتكم استعرضنا الجزء من اجزاء المشهات الحاصلات البستانية الموضوع معانا ممتد وبياخد معانا اكتر من حلقة لان الشغل فيها كبير وبياخد جزء كبير من منهجنا احنا معاكم مستمرين وبنتابع مع حضراتكم تعليقاتكم ومتابعتكم واسئلتكم واستفصالاتكم ان شاء الله عز وجل كده احنا نكون خلصنا الجزء الخاص بحالة النهاردة ساعدنا بيكم ونرضو ان نكونوا اسعدناكم وفي انتظار تعليقاتكم ومتابعتكم واسئلتكم واستفصالاتكم واحنا معاكم ان شاء الله على مدار الساعة من خلال قناتكم قناة التعليم الفني وقناة التعليم الفني على تيلجرام واليوتيوب ساعدنا بيكم ونلتقي بكم في حقال لقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة